الآن ككل أربعاء وقفتنا الأسبوعية مع عالم الاقتصاد وشباك المال مع الزميل أقبال تليلي مساء الخير أقبال سيد نور ديمة أهلا وسهلا إذن عن الذهب اليوم اليوم نتحدث عن الذهب لماذا؟ السبب هو ارتفاع كبير في أسعار الذهب هو ارتفاع لأول مرة منذ تقريبا أكثر من 6 سنوات يعني منذ مايو 2013 السعر الذهب يصل إلى 1440 دولارا أمريكيا وهو أعلى نسبة منذ أكثر من 6 سنوات طبعا لماذا؟ لأن هناك توترات جيو استراتيجية وجيو سياسية كبيرة من أهمها التوتر عند مضيق هرمز والتوتر إيراني مع الغرب والاحتمال نشوب حرب والأهم من هذا كله هو الحرب التجارية الأمريكية الصينية وعند كل أزمة عالمية شديدة فإن المستثمرين يرجعون إلى ملاذ آمن وأهم ملاذ آمن في الاستثمار هو طبعا الذهب أين يوجد الذهب؟ يعني غير بالجوارير وتحت التخت وبالخزانات؟ يعني هذه نسبة كبيرة من الذهب الموجود في العالم هو مثل ما تفضلت تحت البلاطة عند أشخاص ولكن نرى الصورة الثانية عن الذهب يعني تقريبا 30 ألف طن هو موجود في البنوك المركزية عبر العالم فيما 120 ألف طن هي موجودة عند شركات وأشخاص يعني كحلي وكذلك مدخرات إلى آخرهما يعني أن هناك تقريبا 150 ألف طن تم استخراجه من باطن الأرض منذ بداية البشرية وهي كمية الذهب الموجودة حاليا خموصها عند البنوك المركزية فيما الأربعة أخماسة موجودة عند أشخاص آخرين البنوك المركزية يعني هناك نسبة متفاوتة في احتياط الذهب عند البنوك المركزية يعني أكبر بنك عنده احتياط الذهب هو الولايات المتحدة الأمريكية البنك المركزي الأمريكي والاحتياط الفيدرالي الأمريكي يملك تقريبا يعني تقريبا ثلث الاحتياط الذهب عند البنوك المركزية في العالم 8100 طن تليه ألمانيا 3400 طن ولكن إن جمعنا كل بنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي نجد تقريبا 12 ألف طن في كل بنوك المركزية دول الاتحاد الأوروبي ما يجعل البنك المركزي الأوروبي إن جمعنا كل احتياطي ذهب هو لديه أكبر احتياطي ذهب ونكذلك صندوق النقد الدولي لديه احتياطي مهم جدا وبالطبع إيطاليا وفرنسا أما الدول العربية هناك نسبة متفاوتة من احتياطي ذهب وما يهمنا السعودية 323 مليون طن لبنان 286 مليون 286 مليون الجزائر 173 طن ليبيا 116 طن وأخيرا العراق 96 طن هناك دول العربية أخرى احتياطات متفاوتة كمصر والتونس والمغرب إلى أخير نعم وأقبال من ينتج الذهب اليوم كان هناك اعتقاد حتى سنوات قليلة كان هناك اعتقاد أن أغلب الذهب في العالم ينتج في القارة الأفريقية ولكن نرى آخر الأرقام الصين هي أكبر منتج للذهب في العالم تقريبا هذا البلد ينتج أنتج العام الفات 400 طن من الذهب تليه أستراليا ثم روسيا ثم الولايات المتحدة وكندا فيما نجد فقط بلدين عربيين ينتجين الذهب أو يستخرجين الذهب هذا الانتاج وليس شغل الذهب هذا الانتاج فقط ما يستخرج من باطن الأرض هناك السودان 76 طن سنويا وهو رقم مهم ومرتفع ومصر في المرتبة 36 في العرب تقريبا هناك 50 دولة فقط في العالم تنتج الذهب يراهن على ارتفاع الأسعار وبالتالي يشتري الذهب لأنه يراهن آه لا ما بينباع الذهب بين شرع أن ترتفع الأسعار أكثر إلى 1700 1800 1900 فلا هيك شرحنا شو أهميته بالاقتصاد أهمية الذهب وهناك كذلك من يراهن على أن تتم انفراج عالميا وبالتالي الاستثمارات تذهب إلى البورصة إلى أسواق أكثر تقليدية وبالتالي سوف ينخفض سعر الذهب وبالتالي كلهم يراهن على على الأسعار وهو يعني هذا هو الاقتصاد ولكن الذهب كان دائما موضوعا مثيرا للجدل وحتى لدي علاقة كبيرة جدا بالاقتصاد العالمي نرى تاريخ الذهب في الاقتصاد البداية الذهب كان قبل الميلاد بكثير كان يعتبر مهم في الاقتصاد العالمي يعني بدأ التعامل به في العام 4000 قبل الميلاد يعني منذ تقريبا 6000 سنة كان البداية التعامل في الذهب يعني بدأ في تركيا الحالية ثم يعني اعتمد مع الإمبراطورية الرومانية ومن ثم كان هناك انتشار كبير للذهب عبر القطع النقدية التي كانت تحمل رأس قيصر قيصر يعني قيصر الروم ولكن التاريخ المفصلي في الذهب يعني في الاقتصاد العالمي كان عام 1821 وكان هنا في بريطانيا عندما بدأ البنك المركزي البريطاني أو بانك اوف انجلند التعامل بنظام الذهب الدولي وهو ما يعني بكل بساطة أن كمية النقود الموجودة هي نفسها تضاهي كمية الذهب الموجودة داخل البنك المركزي وبالتالي يعني قيمة الذهب وبالتالي كان هناك استقرار مالي كبير جدا ولكن هذا النظام انهار تقريبا مع بداية الحرب العالمية الأولى عندما بدأت خاصة الدول التي كانت لديها نفقات واسعة جدا في الحرب باتباعة الأموال دون احتساب نسبة الذهب الموجودة وهو ما خلق يعني ما نعرفه الآن بالتضخم وهو ما أدى كذلك إلى الأزمة العالمية عام 1929 ويعني سعر الذهب يعني مثلما تفضلتي بالسؤال يعني هو يعني يرتفع وينخفض حسب السوق وحسب تقلبات الجيوس السياسية في العالم نظرنا إلى سعر الذهب منذ تقريبا أربعين سنة نرى أن سعره يعني أدنى سعر منذ أربعين سنة كان في الخامس عشر من يناير عام 1979 عندها كان سعر الأنسة يعني تقريبا ثلاثين غرام من الذهب لا يتجاوز مائتين وستة عشر دولارا فيما ارتفع هذا السعر إلى يعني كان أعلى سعر لأذهب عام 2011 عندما وصل سعر الذهب إلى 1895 وكان يعني كل من باعة في هذا اليوم كان يعني محظوظا جدا اليوم يعني نحن يعني لسنا بعيدين ولسنا قريبين من هذا السعر 1439 دولار هذا السعر الذهب اليوم يعني سعر الأوسط الذهب وبالتالي يعني إن رهنتي على على تقلب الأوضاع في العالم وبالتالي ربما يعني هلأ راح أتبيع أنت أنا لا أملكه ذهب يعني إلا مقال ولكن إن كنت أملك الذهب ربما أشتري الذهب وأنت ترتفع على أسعار لا شو تشتري اليوم غالي ولكن ربما يعتفعوا أكثر وياسعي إلى ألف وفنامية وبالتالي يعني نسبة هامش الربح لا يزالوا مرتفع أنت ما خرجك لا أعمال ولا استصبار تشتري بأدنى معدلاته وبعدين طيب شكراً كتير أقبال عنجت على كل هذه المعلومات شكراً جزيلاً